بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الوحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أقوان وإلى درد وكل أمين الهدف الثاني فك أيودي صلولي وأنا بتكلم في دانيال 2 صحي المالك نبو خزنصر على رؤية ورؤية أزعجته ولما أزعجته طلب من الصحراء إنهم يقولوا الرؤية ويفصروا تأويل الرؤية دنيا نقلبت وبعدين الصحراء قالوا له كده مفيش حد يقدر يعمل ده غير الآلهة التي سكناها ليس مع البشر وربنا حط في قلب بل تشصر دانيال عشان يقول وبدأ يقوله إن التمثال وبدأ يحكي التمثال وحضراتكم عارفيني إن غير ما طول عليكم لغاية لما جيه المرحلة الأخيرة ودي الحقبة اللي أنا أتكلم مع حضراتكم عليها النهار في العندة الـ 42 بدأ في آخر جزء من التمثال يتكلم على أقدام التمثال وصوابع التمثال وهم قال كده جمل عجيبة جدا من فضلك تابع معايا كلام اللي هقوله عدد الـ 42 و43 وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف القدمين والأصابع حديد مع خزف حديد ممزوج بخزف العقل يقول ما ينفعش أبدا لأن الخزف بيتكسر الطين والحديد كده كده أقوى إزاي يختلطوا مع بعض ويكونوا موجودين مع بعض وبعدين أمقيله كده لعدد الـ 43 ده الكلام اللي أنا هتكلم عنه النهاردة وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس إنهم في الترجمة العبري مقصود بيها عاقل كائنات عاقلة من حديد فإنهم يختلطون بنسل الناس ولما جنا دورنا في العبري على كلمة الناس رجعنا لصموئيل لما كانت حنة أمه صموئيل بتصلي وبتقول له الديني نسل بشر فكلمة بشر طلعت الناس اللي هن إذن في كائنات عاقلة مش معروف هي مين هتختلط بالناس اللي هو إحنا همسك في حتة هتكلم في أمرين الأمر الأولاني أزمنة الاختلاط أخطر حاجة في الدنيا إن الأمور تختلط عندي أخطر حاجة في الدنيا إن تبقى أنت مشوش أخطر حاجة في الدنيا إنك تبقى مع ربنا وفي نفس الوقت في خطية رابضة وراء الباب وإنت مش واخد بالك منها أو مصهين عنها وإنت فرحان بالحالة ببعتك من فضلك أنا جاي النهاردة أتكلم وربنا حطت في قلبي الحتة دي من فضلك أول خطوات فك القيود من فضلك اقفش أزمنة الخلط لو في عندك جواك تجمع ما بين حاجتين ما بين الله وما بين الخطية ولا يقدر أحد أن يخدم سيدين مش هينفع وعشان تخرج مليان النهاردة وتبقى مفكوك وتبقى مفكوك من كل قيد وكل تعب بنزلك من فضلك اتحرر من الخطية دي وقفش الوقت بتاعك اطلب من الله تمييز عشان أقدر أميز الموضوع ده يا أخواتي كائنات نهم يختلطون بنسل الناس في كائنات شر مملكة الظلمة بتعمل حواليك تشويش عشان تحوط عليك وتخليك انت مقتنع باللي انت فيه الله فين في الموضوع ده مش واضح بالمرة وده حصل مع مين يقول لك اليهودي أيام زمان لما كان يقابل حد سامري كان يبسق في الأرض معايا ايه الموضوع قال لك لأنهم اختلطوا بالأجناس فكانوا السامريين غير مقبولين بالمرة الله لا يفرح بالخلطة الله لا يفرح بالمعشرة مع ناس تانية الله ما يفرحش بيك وانت مزلول في خطية تانية وجاي تقف قدامي دلوقتي مش هينفع اللقه التانية في اللقه السبعتاشر السيد المسيح يوضح للناس يقولون كده زي أيام نوح كانوا ايه يزوجون ويتزوجون والدنيا عادي جدا جدا لغاية لما دخل نوح الفلك يخوفي ان الخلط بتاعنا يحصل في كرسة انا مش عارف اما يستطرب بنا فييجي الوقت المعين وانا مش عارف اقدم توبة وانا عارف اتحرر وزي ما حصل في ايام لوط كانوا يزوجون ويتزوجون لغاية لما السماء امطرة نار وكبريت يا اخواتي خلي بالكم لان ازمنة الخلط بقت موجودة وده اللي احنا عايشين فيه دلوقتي فبقى سهلة قوي 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 التليفون بتاعي بقى ملغم حاجات جميلة جدا وفي نفس الوقت انا واقف اصلي قدام ربنا للأسف الشديد اجا اقول لواحد اقول له لو سمحت ازيبنا يقول لي مش قادر انا مش عارف مش عارف افك القيد لان انا بخاف ان اعمل كده ما عنديش الجرأ ان اعمل كده ليه واقع في ازمنة الخلط نقطة تانية اتكلم عليها نقطة ان اولاد ربنا ممكن في بعض الاحيان لما يتحرروا من ازمنة الخلط يخشوا بعد كده في ان الكائنات دي مرحلة جديدة يبتدي الافكار تبقى مضلمة وانا ببقى في عبودية فيحصل خلط ما بين الحديد ومن الخزف الكائنات الشر مع ضعف فييجي وقت علي مناش عارف اتحرك ولكن يطمن في اخر الاية يقول كده ولكن لا يتلاصق هذا بذاك كما ان الحديد لا يختلط بالخزف فرح حلو جميل ايه لا يحصل ولاد ربنا اللي بيتحرروا بقوا صوت صراخ بقوا لقمة في الزور في زور مين؟ مملكة الظلمة اللي عملة تنشر الاثم بتاعها النهاردة احنا جايين عشان خاطر ده فضلك هدفنا النهاردة بقولوا رب فك قيودي بالصراخ بالتسبيح النهاردة هصلي من كل قلبي ان الله يحرر ضعفي بصلي كمية الترنيمي اللي جاية دلوقتي كمية ترنيم رائعة جميلة كلها ترنيم فرح بقولوا رب من فضلك حررني من فضلك رب فك القيد بتاعي انا مش عايز اختلط بكائنات الظلمة ابليس عمال ينشر المملكة بتاعته وانا مقتنع وبخاف من اللي هو بيعمله حبيبي انت اقوى قالك كده قاوموا ابليس فيحرب منكم دعوة خاصة ليك النهاردة انك تقوم على حيلك وتقولوا رب حررني من مملكة الظلمة حررني من التشويش ايام زمان كان يقولك كده حاجة عجيبة جدا كانوا يختاروا الكاهن يقولك مش اعرج ليه مش اعرج ماينفعش يعرج ما بين الفرقتين ماينفعش ان كان الله والله فاعبدوه وغير كده مش عايزين اخواتي من فضلكم مطلوب مننا ان احنا نبتدي نمشي في السكة دي خليك صوت صراخ لان الصراخ والابواق وقت التزبيح هتبتدي تحرر كل قيد يا اخواتي صوت دم استفانوس كان سبب في ان الكرازة تطلع برقه شريم وتنتشر الكرازة كلها صوت بتاع الابواق خلت حزقية الملك يقوله كده من فضلك خلي المحاربين في وراه والمسبحين هم قدام واصرخوا معايا لان الى الابد رحمته قاني الاوان ان اصرخ من كل قلبي عشان اتحرر من اختلاط اتحرر من تشويش ابليس على دماغي من ان انا ابعد عن كل السكة دي قل له النهاردة النهاردة اجعل الزقاق بتاعي جديد عشان يسمح بخمرك المفرحة تخش فيها وتبقى خامرة جديدة قل له النهاردة تعبت لو الزقاق بتاعي مشقق لما تيجي الخمر الجديدة وروحك القدس يخش فيها يحرق يبعد مفيش حاجة لقولك تشق الزقاق وتبتدي تهرق الخمر الله يدينا نعمة لإلهنا كل مجد كل كرام من الآن ابدا اشتاك في الارضة باستمرار ركز القدس انسيق وهي اعتقد فهمه ترجمة نانسي قنقر